نصلى على النبي ونبدأ بسم الله فيلمنا بيبدأ سنة 1993 وبنشوف واحدة اسمها ليسا وهي بترسم في الأوتوبيس وبعد شوية الأوتوبيس بيوقفوا بيركبوا ثلاث أشخاص وبتدخل تريسي وبتستازل ليسا عشان تقعد جنبها وبتعرف من اللغة بتاعتها إنها أمريكية زيها وبتتعرف عليها وبتعرفها على مادسين وتوني وبالصدفة كانوا كلهم مسافرين لنفس البلد واللي هي إيطاليا وبتقول لهم ليسا إنها رايحة على شغل وبتعرفهم إنها مرممة لوح وريحة أصر مشهور ترمم لوحة وتريسي ومادسين بيقولوا لها إنهم علماء أحياء وإنهم رايحين يرقبوا الحيوانات في الغابة أما توني مرشدهم الإطالي وبينزلوا هم الأربعة من الأوتوبيس وبتشول لهم ليسا على الفندو اللي هتنزل فيه وهم بيعرفوها إنهم ما يخيموا على طرف الغابة وبيتفقوا إنهم لما يخلصوا شغلهم هيتقابلوا ويصهروا سوا وبتسلم عليهم وبتتكل على الله تاني يوم الصبح بتكون قاعدة في محطة الأوتوبيس عشان تروحها لأصر يعني بس الأوتوبيس بيتأخر عليها وبيروح لها واحد عمال يرط إطالي وما كانتش فهمة منه أي حاجة ولما عرف إنها مش فهمة كلمها عربي وقال لها إن الأوتوبيس مش من بدري ولما عرف إنها رايحة أصر ملفزي قال لها إنه شغال في الحنة اللي قدامه وبيعرض عليها إنه يوصلها وبتوافق إهلسها وده لأنها ما كانتش تعرف من إن بيود على فين وبيعرفها بنفسه وبيكون اسمه ماركوس وكمان بيطلع شهم وابن حلال وابن بلد وبيشيل عنها الشنط وبيكون يا عزيز الأصر قريب وبياخدوها ماشي ولما بيوصلوا بيقول لها لو حبتي تود دماغك في أي دهية في أي وقت تعالي للحانة وما تتردديش هروق عليكي وبتشكروا ليسا وبتسيبوا وبتدخل الأصر وشوية كمان وبتقابلها سيدة الأصر إما فوسكا وبترحب بيها وبتقول لها إنها مبسوطة بيها وده يعني عشان ليسا بنت مرمم اللوحة الشهير جري وابتاخدها على مكان اللوحة اللي هتشتغل عليها وبتقول لها حصل حريق بسبب الدفاية واللوحة تفحامت وقدروا يسيطروا على الوضع شوية وبتتصدم ليسا لما بتشوف اللوحة وده لأنها كانت كبيرة جدا ومش متأكدة إنها هتقدر تخلصها في أسبوعين وبتقول لها إن اللوحة عايزة شهرة على الأقل إما قالت لها مفيش منه الكلام ده اللوحة هتتبع فيما زاد بعد أسبوعين وعشان كده أنا لجأت الأفضل استوديو ترميم قالت لها تمام يبقى سبيلي بقى القوضة دي أنام فيها عشان أدرى خلصها في الوقت المحدد وفعلا بتوافق وبتسيب لها القوضة وبتطلع ولزا ما بتضيعش وقت وبتفتح معدتها وبتبدأ شغلها لكن بتسمع صوت واحدة بتغني والفضول بيأكلها وبتطلع عشان تشوف مين صاحبة الحنجرة الجميلة وانظرن على تحت وبالليل في الغابة توني كان قاعد بيسمع صوت الحيوانات وكانوا حطين ميكروفونات في الغابة وفجأة بيسمع صوت غريب وبيتخد وبيطلع يشوف الحكاية وبيفتح كشافه وبيلف في المكان وفجأة بنسمع صوت سريقه ومحدش عارف بقى هو شاف إيه ولا إيه اللي حصله وتريسي وماديسون بيقوموا على صوته وبتطلع ماديسون تدور عليه وبتلاقي الكاب والكشاف بتوعه مرميين وفيهم دم وبتجري على تريسي وبتقول لها أمي بينا نجري بسرعة لكن فجأة بتتسحب من قدام تريسي وبتفضل تصرخ تريسي وبتنده على صحبتها وأول ما قررت من الخيمة خدت واحدة نيمتها وبعد شوية بتفوق على صوت الفران حواليها وبتكون كل واحدة فيهم محبوسة في زنزانة لوحدها وكان معهم واحد ما يعرفوش حاولوا يفتحوا الزنزانة بس للأسف ما كانش في فايدة فهنسيبهم بقى عمال ما يفوقوا من الصدمة الجميلة دي ونشوف ليزا بتدخل عليها إما وهي شغالة وبتمبهر إما إنها في أول يوم قدرت تعمل جزء من اللوحة بسرعة وكمان باحترافية وبتقول لها أنت فعلا تستاهلية تكوني ما كان أبوكي فرحت ليسا بالكلام اللي يفتح النفس على أي شغل ده وقالت لها إنها مش هتخيب ظنها فبتطلب منها إما إنها تتعشى معاها هي وبنتها جوليا ليزا قالت لها إنها شافتها ولما حاولت تقرب منها خافت وجاريت قالت لها معلش هي مضطربة وخجولة مع الناس اللي ما تعرفهاش لما تاخد عليك مش هتتحرك منك تاني ووقت العاشة ليسا بتسأل جوليا أنت في سنة كام فدلت بصلها شوية وبصت لأمها وبعدها ثبت الأكل وقامت إيه ما عتزرت لليسا وقالت لها إن جوليا بتعاني من اضطراب الشخصية الحاد ما بتتفقش مع أي عيال من سنها وعشان كده قررت أقعدها من المدرسة نهائي فبتعتزل لها ليسا وبتقول لها إنها تعبانة وعايزة تنام أما الحزانة دول كانوا هيتجننوا ويخرجوا من المكان اللي هم فيه وبيتصدموا لما بيلهوا واحد ضخم داخل عليهم وكان شكله غريب مريب وما بيتكلمش والراجل اللي معهم قال لهم ياريت محدش ولا يبصلوا ولا يتكلم معاه بس طول يكبر دماغه وفدل يقوله يفتح الباب وتعصب أكتر وكتر وفدل يشتم فيه الضخم خلص اللي كان بيعمله بكل هدوء وبعدها تحول عليه وجري على الزنزانة وكان شكله يعني بيكل بن قدمين ولما توني الغالبان ضربوا ما تهزتش منه شعرايا واحدة وبيضرب توني ضربة بيعملوا بسطر على الحيطة وبعدها بينزل فيه ضرب طاحن وما بيستكفش بكده وبس لكمان بيشيلوا وبيرمي في البير وتريسي وماديسون بيفضلوا يصرخوا وكانوا هيموتوا من كتر الرعب وتاني يوم بتكمل ليسا شغلها وبتترعم لما بتشوف كائن مخيف في اللوحة ولما مسكت المشرط عشان تشيل السواد اللي عليه بتسمع صوت مريب وبتتعور في صبعها ولما بتقلع الجوين تي دمها بيتنطر على اللوحة بس ما كانش فيه وقت وكان لازم تكمل الشغل وبتتحمل الألام وبتحاول تكمل لكن فجأة النور بيقطع وكان شكلها ليلا مش معدية وبتلاقي واحد داخل من غير سماو عليكو فبتقول لي يا أستاذ يا بيه ماينفعش تدخل هنا وهو ولا هو هنا ولما بص الله اتصدمت لما بتلاقي أبوها وبتنزل و بتقوله انت جيت ازاي ومع مين بس كان متضايق منها وبيقول لها كنت قلطان لمعه سقط فيكي وبيطلع السكينة وبيخلص على نفسه وبتتصدم ليسا وبتفضل تصرخ لكن فجأة بتلاقي اكتفى وما كانش فيه حد في القضاء اساسا أما تريسي وماديسون بيلاقوا الرجل التاني بيحاول يشيل غطى البلاعة ولما سألوا بتعمل ايه قال لهم انه بيحاول يهرب وبيوعدهم انه لو نجح فعلا هيطلب المساعدة ويرجع لهم مديسون قالت له اسكان كده ماشي وبترميله سكينة صغيرة كانت معاها وبيفضل يعافر الشمال ويمين لحد ما بيقدر ياخدها في الوقت ده بقى يا عزيزي لسا قررت تنام لها شوية عشان تهدي أعصابها لكن بتصحى وبتلاقي واحدة شكلها مريب عايزة تقتلها وفاجأة بتصحى من النوم وطلعت انها بتحلم ولما بصت على اللوحة شافت نفس الست اللي حلمت بيها الله بقى فبتقوم وهي مصدومة وما كانتش فهمة ازاي ده حصل هي ما كانتش وصلت لحد هنا في اللوحة وبتلاقي حد كان مستخدم المنديل اللي بتمسح بيه ولما بتنزل تجيبه بتظهر جوليا وراها وبتخطها وبتقول لها تهرب بسرعة اللوحة دي ملعونة وفيها شر كبير واللي ظهرت في اللوحة دي سحيرة شريرة وبتعرفها انها عايشة معاهم في القصر قالت لها ليسا انت جبت الكلام ده منين فبتقول لها انا نصحتك وانت براحتك هتكمل اللوحة يبقى هتتلعني للابد وبتسبها وبتمشي ليسا سمعت الكلمتين واترعبت وخدت بعضها وانظرن على الحقنا وفضلت تشرب يمكن تنسى اللي حاصل ولما قالت لمركوس انها بتحلم بكوابيس وبتشوف حاجات غريبة في القصر ما صدقهاش وقال لها انت بس عشان مركزها في اللوحة فممكن تكون بتحلمي او بتهيالك بسبب ضغط الشغل يعني خلص انت شغلك بس عشان ابوك يكون فقور بيك وطبعا يا عزيزي هي فتحت له قلبها من اول ما شفته فكان عارف عنها حدد كتير وفي نفس الوقت الضخم ده بيرجع تاني البير وبينزل الجردل ده تحت وبيعمل صوت غريب وكأنه يعني بينده على حد وفعلا يا عزيزي بتطلع ايد شكلها مخيف وبتحط له شوية دم من جسمها ولما بيخلص بيروحها زنزانة اللي فيها الراجل وقبل ما بيفتح الباب عليه مادسون بتقول لي تريسي لو مات هنفضل هنا لحد ما نموت لازم يعيش يمكين يهرب ويرجع بالمساعدة فبتكرر انها تضحي بنفسها عشان صاحبتها وبتعمل دوشة وبتفضل تنده على الضخم وتشتمه تريسي فدلت تترجعها توقف اللي بتعمله بس هي ما بترضاش وفعلا بيروح لها الضخم وبيفتح عليها وبيقرها على الأرض وبيفضل يضرب فيها وبيرميها هي كمان في البير وبتتصدم تريسي وكانت عملة تصرخ وما دي سيوم بتشوف الكائن المخيف ده وهو بيقرب عليها وكان في جنبها عظم وفرن كتير وبيقرب عليها وبيتعش بيها وتاني يوم الصبح بنشوف جوليا وهي وقفة بتبص على اتنين بيحبوا في بعض وبيصعب عليها نفسها وبتفضل تعيط وبتدخل ليسا عليها وبتسألها ما لها قالت لها الوحدة بتقتني وما حدش بيسألنا نعمل ايه وكل ده بسبب ماما هي اللي بوزت حياتي بسبب أنا نيتها ليسا قالت لها عصدك ايه ولسه هتتكلم بتدخل لي امها عليهم وهي متعصبة وبتقول لها فيلي بوقك ده بدل ما غير طولك جوليا قالت لها انا حرة وقول اللي انا عايزها ليسا قالت لهم واحد اللي يا جماعة وصلوا على النبي امها قالت لها لو سمحت تعالي معايا ولما بتطلع بتقول لها ان جوليا كل يومين بتبقى عايزة تتعرف على شاب جديد وعشان كده ما بخليهاش تطلع من البيت وتقول للوقت فاكرة ان انا حبساها ليسا قالت لها عندك حق بس انا عايزة اسألك سؤال جوليا قالت لي كلام مخيف عن اللوحة هو الكلام ده بجد قالت لها يا سيت تسيبك منها انا مش عارف اعمل ايه معاها الكصص المخيفة اللي دايما بتحكيها دي هي السببب الاساسي اللي خلاني مودهاش المدرسة ولا تقابل حد خليك انت في شغلك الله يصلح حنة وحالك اكيد ابوكي قالك الشرط الجزائي اللي هيدفع لو ما استنمتش اللوحة في معادها قالت لها ايوة عارفة وما تقلعيش ووقت النوم بتصحى وبتلاقي تريسي وتوني في قوضتها وكانوا كلهم دموا متبهدرين لكن فجأة برضو يا عزيزي ما بتلاقهمش في القوضة وليسا كانت خلاص مش قادرة تستحمل وبتجري على ماركوس وبتحكي له اللي بيحصل معاها ولما قالها ترجع بلدها قالت له ما ينفعش لو مشيت من غير ما خلص اللوحة بابا هيدفع شرط جزائي كبير وهو اصلا تعبان وما حلتوش اللضة قالها يبقى ما تفكرش كتير دي كلها كوابيس مش اكتر فبتسأله هو ما فيش حد جسال عليها المفروض ان قابل ثلاث اشخاص هنا في الحانة اتعرفت عليهم انا جاية قالها لا ما حدش جسال عليك خالص ممكن يكونوا خلصوا شغلهم ورجعوا انت رجع يخلصوا شغلانتك بسرعة واتعالي عشان نوعه تساوا وفعلا يا عزيزي بترجع عالقاصر بس بترفع لها حبايتين عشان تقدر تنم كويس لكن بتحس بحاجها بتتحرك في البانيو ولما راحت تشوف الحكاية بتتصدم لما بتشوف ماديسون وكانت كلها دم وشكلها صعب فدلت تصرخ وبتطلع تجري على برا لكن بتغبط في ايما وكانت داخلها تشوفها ليس ألت لها الحينة ابو سئيدي في واحدة متأكلة في البانيو استغربت ايمها وراحت تشوف بنفسها بس طبعا كالعادة ما بتلايش حد ولما بتشوف علبة الالاج اللي أخدته زعايت فيها وقالت لها ده السبب انت بترفعي بالشمسة رصير يا هانم ومش عايزة تشوفي واحدة في البانيو قالت لها انها اول مرة تاخد منه وبتترجعها انها تمشي وترجع لابوها قالت لها ده ما فيش منه انت نسيت الشرط الجزائي ولا ييه تحت بقى يا عزيزي الراجل ده كان قدر يفتح الغطى وبيقول لتريسي انه هيطلب المساعدة وهيرجع ولسه بينزل راسه يشوف الدنيا جاميكا اللي تحت بيمسكه من رقابته وبيشده وطبعا ده بقى يا عزيزي باي باي كانبوري وتريسي كانت سامعة سوت سريخه وكانت عملة تصرخيه كمان تاني يوم بتكمل لسه شغلها وكان فاضل يومين بس وفي نفس الوقت ايمها كانت وقفة والدم ريتها وكانت عملة تشد في وشها وهي متضايق انها كبرت ولما بتشرب من الكاز ده بتفرع والمفاجأ بقى يا عزيزي ان السحيرة كانت في وضتها وفعلا جوليا كان معها حق وبتطلع انها عايشة معهم في نفس الاصر اما جوليا بتروح تقبط على ليسا وبتقول لها انها عايزها ضروري قالت لها يا ست ماشي بس انجز عشان عندي شغل قالت لها ما انت ماينفعش تكمل الشغل ده انت لو خلصت اللوحة دي هتبقي زيك زي يوم اللوحة دي ترسمت سنة 1493 ووقتها ضحوا بواحد عشان يغروا جمايكا ده والمفاجأة بقى ان ايمة كانت موجودة وقتها وبمساعدة الساحرة قدروا يسيطروا على جمايكا وعملوا لعنة عشان ما تكبرش في السن وتفضل شباب وده عن طريق دم جمايكا لزالت لعنة مش فاضية للقصص والروايات بتاعتك دي جوليا ترجتها وقالت لها انها بتقول الحقيقة النهاردة بالليل الامر هيبالون احمر ولو قبل الساعة 12 اللوحة خلصت اللعنة هتجدد تاني لخمسمائة سنة جايين يعني ليلتنا هتبقى طين ولو مش مسدهاني فيه تلت ضحايا قداد تعالي معايا ورهملك ده لو لسا عايشين يعني وبتوصف لها اشكال توني وتريسي وماديسون وفعلا بتروح معاها بسرعة وبيشوفوا الضخم ده وهو داخل ولسا عيروحوا وراه امها بتندح على جوليا فبتضطر انها تسيب ليسا لوحدها وبتنزل ليسا وبتاخد سلاح من التمثال ده وبتفضل ماشية وراه الضخم بشويش بس غصبة عنها بتوقع حاجات وهي ماشية وبتستخبها بسرعة من الضخم ولما بيشوف الفران بيتطمن وبيفتكر انهم السبب وبيدخل لتريسي عشان الدور عليها بس بتقدر انها تجري منه لكن للأسف بتقع على الارض وبيروح لها الضخم وهو مسخن السطور وبعدها بياخدها عشان يرميها لكن بتدخل ليسا في الوقت المناسب وبتضرابه مرة في التانية في التالتة لحد ما بيقع وبتستغل الفرصة وبتطلع تريسي بسرعة وبيهرابه اما الضخم ده بيلاقي جمعي كواقف ومستني التموين بتاعه فبيقرر يسلم له نفسه وليسا بتطلع هي و تريسي على برة وبيقابله ماركوس في وشهم وبتفرح ليزا وبتقول له الحمد للجت في وقتك بس بتتصدم يا عزيزي لما بتلاقي قتل تريسي وبيقول لها تخل لي خلاص اللوحة وقال لها تموت زيها ولما بتدخل بتلاقي الساحرة وقيمة واحد تاني وكانوا وقافين ومسكين شموع وإما كانت بتترعش وبدأت تتعب وبيكبروا ليزا تطلع تكمل اللوحة وكان فاضل عشر دقائق على الصاعة 12 فبيتكمل ليزا شغلها وبتشوف إما وماركوس في اللوحة وبتزعى إما وبتقول لها تنجز بسرعة لكن بتدخل جوليا وبترش على اللوحة جسولين وبتهدده منها تحرق اللوحة وبتلوم إما على اللي عملته معاها وتريها يا عزيزي حبسها في جسم البنت الصغيرة دي من قرون فبتغمز إما الماركوس عشان يقتل جوليا لكن ليزا بترمي عليها مادة الجسولين وأخيرا بتدق الصاعة 12 فبتجري إما وبتضرب ليزا زهم والأمر بيتحول أحمر كله وكلهم بيتعبوا وبيوعة على الأرض وإما شكلها بيتحول لعجوزة مخيفة وفاجأة بتبقى طراب وبتختفي وليزا بيتشوف جوليا جنبها وكانت بتتحول زيهم فبتقوم بسرعة طاف قدام المراية وبتشوف شكلها وهي بتكبر لحد ما بتتحول لطراب هي كمان وبتختفي كفاية عليهم كده أخذوا زمنهم وزمن غيرهم المهم ليزا جات تمشي من الأسر المهابب دا بتلاقي جمايكا جاية عليها وبتقفل عليها بسرعة وبترجع لللوحة وبتمسح الجزء بتاع التعويزة اللي بتسيطر على الشيطان وبتقولها بسرعة لما جمايكا دخل عليها وفعلا بتقدر تسيطر عليها وبعد 30 سنة ليزا كانت لسه شباب وهي اللي باعت سيدة الأسر وبنعرف إنها استغلت الفرصة وبقت تبيع دم جمايكا للناس وكانت من أياما جمايكا على سرير وبتخب منه عينات الدم وبيخلص الفيلم على كت لايك باها عزيزي وما تنساش تقول لرايك في كومنت وشوفكم الفيلم الجاي